أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى لقائه بكبار المشاركين في أعمال منتدى حوار المنمى 2016 قد على أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تشكل منصة تلتقي فيها وجهات النظر وتناقش أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما يتم طرحه من رؤى تسهم في استشراف مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للمنطقة ورحب سموه حفظه الله بكبار الضيوف مشيدا بحرص الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في أعمال المنتدى واستشعارهم لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم وضرورة إيجاد سبل الكفيلة التي تعزز الأمن والاستقرار للجميع داعيا سموه لدى لقائه بحضور عدد من كبار المسؤولين مع صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيزة لسعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومعالي السيد سامح شكري وزير الخارجي المصري ومعالي سيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي الشيخ ثامر العلي الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي ومجموعة من كبار المشاركين إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل استثباب الأمن والسلام والتنمية وهو ما يستدعي العمل على بدل المزيد من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه بإجراءات حازمة وتطرق سموه وكبار المشاركين في أعمال منتدى حوار المنامة إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على الالتزام الدولي المشترك في تعزيز الأمن ومحاربة الأفكار المتطرفة وحماية المجتمعات منها من جانبهم ما أعرب كبار المشاركين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بهم وشاده بحرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام اشتركوا في القناة